إنسان بدون القرآن كالجسد بلا روح فالقرآن هو الروح الحقيقية به حياة الأرواح والقلوب ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه وأعظم ذكر لله القرآن الكريم قال مثل الحي والميت تماما فالقرآن هو الروح هو الروح للقلوب والروح للعقول العقول تحية بالقرآن إذا الإنسان ما فكر بطريقة القرآن يظل في هذه الدنيا حتى ربما ما يعرف الغاية التي خلق لأجلها وينكر رب وجود الله تعالى والعياذ بالله هو الذي يحيي العقل يحيي القلب يحيي النفس والروح يحيي العلوم سبحان الله العلوم إذا من صبغت بالقرآن الكريم والمقاصد القرآنية تصبح علوم دنيوية لا قيمة لها لكن إذا ربطت بالقرآن تصبح من أجل العلوم الأعمال ما تنصلح إلا بكتاب الله تعالى حتى المشاعر والأحاسيس والضمير ما ينصلح إلا بالقرآن الكريم فحقا القرآن هو الروح والحياة ينزل الملائكة بالروح والقرآن به حياة الناس في مجتمعاتهم إذا جعلوا القرآن منهجهم عاشوا في سعادة وحياة حقيقية نعم والروح للأخلاق نعم إنسان بدون أخلاق القرآن كيف يعيش كالبهائم